بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر السادس بعنوان Properties of Sections, Moment of Inertia في جزئها الحادي عشر إن شاء الله هنا رح نحاول نحل المسألة رقم ثلاثة اللي هي التطبيق مباشر للنظر اللي شفناه في الجزء العاشر طبعا هنا السيمبل بروبلم الثالث عبارة على Camera or Beam Steel Beam هذه متكونة أو مركبة من جزئين الجزء الأول هو عبارة على Eye Shape Section هذه هي Eye Section وعندها Area و Moment of Inertia زي ما متشوفوا هنا أي بتسوي 11.2 إنش تربيع و Moment of Inertia بتسوي 385 إنش أس أربعة مركبة عليها هنا A Plate عندها Dimensions الموجودة على الصورة إيش المطلوب هنا Determine the Moment of Inertia and the Radius of Gyration with respect to an axis which is Parallel to the Plate يعني المحور اللي هو Parallel على Plate والبيعدي بالصنترود of the Section يعني هذا هو المحور رح سسميه أنا هذا المحور X' والمحور اللي بيعدي بالصنترود متع ال Eye Section اللي حاله رح سسميه المحور X طبعا عشان نحل المسألة هذه أول شي بنفكر فيه هو بنجيب ال Y وال X متع الصنترود طبعا هنا ال X رح تكون صفر ليش لأنه زي ما نشوف هنا عندي Section متناظرة حول المحور Y فبالتالي XC بتساوي صفر من غير حساب مباشرة XC بتساوي صفر المطلوب هنا بنجيب YC المرحلة الثانية رح نستعمل el Parallel Axis Theorem عشان نحدد المومنت of inertia of the beam section and plate with respect to the Composite Section Centroidal Axe ليه هو X axis X dash في المرحلة الأخيرة we will calculate the radius of gyration from the moment of inertia يعني من خلال هذه I deduce the radius of gyration of the Composite Section طبعا هنا ال K X بتساوي root square of I X over A و اي طبعا هنا رح تكون Total Area نبدأ بتحديد أحداثيات الصنترويد اللوكيشن أو موقع الصنترويد طبعا احنا بنعرف القاعدة اللي بتقول أنه Y بتساوي مجموع Y bar A على مجموع A رح أحسب الأرية لكل section لحالها وبعدين أحدد ال Y bar أضرب الأرية في ال Y bar عشان أجد Y bar A أعمل المجموع هنا ومجموع الأرية هنا وبعدين بتصبح الحكاية سهلة بالنسبة للبليت يكفي أنك تضرب 9 في 3 على 4 لهم أبعاد البليت عشان تتحصل على 6.75 بالنسبة لل Y bar هي عبارة على المسافة من السنتر منتع البليت إلى حدود المحور X وبتساوي 7.425 ازاي وجدناها؟ وجدناها طبعا من خلال 14.1 هذه على 2 مع الثيكنيس متع البليت اللي هي بتساوي 3 على 4 ضرب نص طالما أنت بتحصل تقريبا المسافة من السنتر ود متع البليت إلى حد المحور X من هنا إلى هنا لو عملت العملية الحسابية رح أجد 7.425 أضرب الأريا في ال Y bar بجد ال Y bar A بتساوي 50.12 بالنسبة لل beam section هنا origin O اللي بعدي بها المحور X فبالتالي ال Y bar بتساوي 0 وبالنسبة للأريا هي معطات في 80 بتساوي 11.2 ضرب 0 بتساوي 0 المجموعة هنا يعطيني 17.95 والمجموعة هنا يعطيني 50 على 12 لو عملت هنا 17.5 sorry هنا 50 فاصل 12 على 17.95 رح أجد بالضبط كم تساوي ال Y هل إذا ما نشوفه هنا رح تساوي 2.792 إنش نمر الآن إلى تطبيق ال Parallel Axis Theorem عشان نحدد المومنت في نيرشيا لكل section لحالها وبعدين رح نجمحهم طبعا هنا with respect to the central axis X dash اللي مرسوم على الصورة هنا طبعا بالنسبة لل I beam section القاعدة بتقول I X bar اللي هي I X حول هذا المحور زائد A الأريا نتعى ال beam section ضارب المسافة من هنا اللي هنا اللي هي بالنسبة لل beam section بتساوي 472.3 I X بالنسبة للبليت I X dash بالنسبة للبليت أطبق نفس القاعدة هنا I X إزاي أحسبها أعرف أنه المومنت في نيرشيا بالنسبة لمستطيل هو B H كيوب على 12 B بتساوي 9 وال H بتساوي 3 على 4 S 3 على 12 وأكتبها هنا الأريا أنا حسبتها من قبل بتساوي 6.75 وبالنسبة لل D هي عبارة على المسافة من هنا إلى هنا تقريبا من center متع البليت إلى حدود المحور X dash إزاي نجدها طبعا لو طرحت 7.425 طرحت منها ال Y bar اللي هي بتساوي 2.792 زي ما حسبناها في سلايد اللي قبلها لو طرحتهم من بعض وكتبتهم هنا وعملت العملية الحسابية رح أجد أنه moment of inertia about X dash بالنسبة لل plate بتساوي 145.2 إنش أو السربعة أجمحهم الحين بالنسبة لل beam section وبالنسبة لل plate رح أجد كنتيجة نهائية 618 إنش أو السربعة calculate the radius of gyration from the moment of inertia of the composite section أنا وجدت هنا moment of inertia في قاعدة بتقول أنه radius of geration بيساوي root square of IX dash على A طبعا هنا IX أخذها من هنا بتساوي 618 على الاريا الاريا اللي هي بتساوي 6.75 زائد 11.2 اللي هي total area ومجموحة بيساوي 17.95 طبعا هنا بنضيف root square والنتيجة النهائية رح تكون 5.87 إنش شكرا على الانتباه ترجمة نانسي قنقر